بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنار قلوبنا بأنوار الإيمان وطبع عليها بأسرار القرآن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحابته البررة الكرام ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب يقول المولى جلت قدرته في صورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون في هذه الآية وجه المولى سبحانه وتعالى استحقاقه للخلافة وهو تشريفه بالعلم فقال وعلم آدم الأسماء كلها أي علمه مسميات الأسماء بأن ألقى في روعه ما تحتاج إليه ذريته من اللغات والحروف وخواص الأشياء ومنافعها ثم عرض ذلك ثم عرض تلك المسميات على الملائكة إظهارا لعجزهم وتشريفا لآدم بالعلم فقال أخبروني بأسماء هؤلاء هؤلاء المسميات أخبروني بها إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في ادعائكم استحقاق الخلافة فلما عجزوا عجزوا عن معرفة تلك الأسماء قالوا سبحانك أي تنزيها لك عن العبث لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم بكل شيء الحكيم لإتقانك كل شيء وهذا اعتراف منهم بالقصور والعجز وإشعار بأن سؤالهم كان استفهاما وطلبا لتفسير ما أشكل عليهم ولم يكن اعتراضا فقال سبحانه يا آدم أنبئهم بأسمائهم وعين لهم اسم كل مسمى فلما أخبرهم بذلك بحيث قال مثلا هذا فرص وهذا جمل وعين ذلك لهم وظهرت ميزته ظهرت ميزته عليهم بالعلم حتى استحق الخلافة أندق قال الحق تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوة والأرض أي أعلم ما غاب وأعلم ما تظهرونه من قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها وأعلم ما تكتمونه من استحقاقكم الخلافة وقولكم لن يخلق الله تعالى أحدا أعلم منا لتقدمنا ويقال الفضل لمن صدق ليس لمن سبق الفضل لمن صدق وليس لمن سبق ويقول أهل التفسير بأن هذه الآيات تدل على شرف الإنسانية وعلى ميزة العلم وفضله على العبادة وأنه شرط في الخلافة بل هو العمدة فيها وأن التعليم يصح إطلاقه عليه تعالى وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به وأن اللغات توقيفية علمها الله بالوحي وأن آدم عليه السلام أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم والأعلم أفضل لقول الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأن الله يعلم الأشياء قبل حدوثها فيقول سبحانه وتعالى للملائكة هل فيكم من كشف له عن هذا السر المكنون وعن هذا الإسم المصون فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا من علم الصفات دون أسرار الدات إنك أنت العليم الحكيم يقول سبحانه لروح العارف التي نفذت إلى بحر وحدة الدات وتيار الصفات أنبئهم بما غاب عنهم من أسرار الجبروت وأسماء الملكوت فلما أعلمهم بما كوشف له من الأسرار وانفرق له من الأنوار أقروا بشرف الآدم وسجدوا لطلعة آدم عليه السلام فقال الحق لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي أعلم ما غاب في سماء الأرواح من الأسرار وفي أرض النفوس من الأنوار وأعلم ما تظهرونه من الانقياد وما تكتمونه من الاعتقاد جعلنا الله وإياكم ممن أحسن الاعتقاد وساروا في درب الانقياد حتى وقفوا بباب الواحد الأحد الجبار دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة